اشهد ان محمد بكر المحبوب احب الخلق الى قلبك اعظم المحبوبين من خلق الله كلهم عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم ماذا يحرك في قلبك سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى هذه القصة حسنها غير واحد من الحفاظ لما انتقل المصطفى الى الرفيق الاعلى لم يستطع بلال ان يحتمل البقاء في المدينة لان كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى فارتحل الى ارض الشام الى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعله النبي صلى الله عليه وسلم الى دارية قريبة من دمشق وتزوج هناك ثم استيقظا ذات يوم انه ويبكي فسألته زوجته ما يبكيك قال رأيت رسول الله البارحة هل يعني لك شيء اذا سمعت كلمة رأيت رسول الله تحرك في قلبك شوقي لان ترى هو قال كما في البخاري ومسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا لا ما قالها عبثا ما قالها الا ليحرك في قلبك هذا المعنى رأيت رسول الله البارحة يقول يا بلال ما هذا الجفاء أما أنا لك أن تزورنا خرج زائرا في قصة عظيمة منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه لقيه سيدنا الصديق رضي الله عنه يا بلال هل لا أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله فقال عذرني يا خليفة رسول الله والله ما استطعت أن أؤذن بعد وفاته أي في المدينة كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله ولان كيف أقولها سيدنا عمر اعتذر له فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامنة والثاني في السابعة سيدة شباب أهل الجن فيعتنقهما ويبكي يشتم فيهما رائحة جدهما فيسألانه أن يؤذن فلا يستطيع أن يقاوم الطلب ويصعد على المكان الذي يقف كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة الله أكبر الله أكبر صاح الناس في البيوت أبعث رسول الله تذكر الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله خرج الرجال من بيوتهم وخرجوا من أسواقهم أشهد أن لا إله إلا الله خرجنا العذارة من خدورهن الرجال والنساء خرجوا خرجوا إلى طرقات المدينة يضجون أبعث رسول الله أبعث رسول الله فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة وما استطاع أن يكمل أذانه ونزل من على المكان الذي كان يؤذن منه قال الراوي فما عرفت المدينة يوماً أشد بكاءً وعويلاً بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله هذه القصة أوردها الله على اللسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمات أشهد أن محمد رسول الله الذي لولا ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله الذي لا يتم إيمانك حتى يكونه أحب إليك من نفسك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطاً به ما جعل الله حبه مرتبطاً بأحد من خلقه إلا سيدنا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والثمرة يحببكم الله لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله بل ترتقون إلى رتبة الله يحبكم فيها فإذا سمعت المؤذن خمس مرات خمس مرات في كل يوم يكرر أشهد أن محمد رسول الله تعرف تقول أشهد أن محمد رسول الله بعده ترديداً كما هي السنة بقلب حاضر بقلب يستشعر الصلة بهذا الجناب الشريف بهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم تعرف تقول رضيت بالله رباً الذي أرسل إليه محمداً تعرف تقول رضيت بالله رباً وبسيدنا محمد النبي وبالإسلام دينا فإذا قال المؤذن حيّ على الصلاة